تشارك المملكة في المؤتمر الدبلوماسي الذي تصطدفه المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة بوضع رفيع المستوى يترأسه الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية يسرني إحاطتكم بتطلع بلادي في توصلنا في مشروع الصك القانوني بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها إلى نتيجة ترضي الأطراف ما يحقق فاعلية نظام براءاته الشفافية بما يعود بالنفع والفائدة على مجتمعاتنا وتنميتها يهدف المؤتمر الدبلوماسي إلى عبر مسك قانوني دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية كما تصطدف المملكة المؤتمر الدبلوماسي القادم في العاصمة الرياض في نوفمبر من العام الحالي لا يفوتني في ختاما في هذا المقام الترحيب بكم مرة أخرى في المملكة العربية السعودية خلال فترة عقاد المؤتمر الدبلوماسي المعني بقانون التصاميم في شهر نوفمبر القادم المؤتمر الدبلوماسي الذي تصطدفه الرياض نهاية هذا العام يزعى لاعتماد معاهدة دولية لقانون التصاميم الصناعية وقد جرت العادة تسمية المعاهدة باسم المدينة التي تصطدف المؤتمر وقد شهدت استضافة المؤتمر الدبلوماسي الخاص بالتصاميم الذي سيؤقض في الرياض منافسة قوية بين الدول الأعضاف المنظمة طاها يوسف حسن قناة الإخبارية المنظمة العالمية للملكية الفكرية أخبار السعودية جنيف ترجمة نانسي قنقر